وديتنا النهاردة اللي هنتكلم فيها عن أحد البقليات وحنتكلم تحديدا عن محصول الفصولية الجافة طبعا الفصولية الجافة هي الفصولية اللي احنا بننتزع بزرها ونجففها وبعد كده بنسميها يعني الفصولية البيضة زي ما بنقول طبعا هي بتختارف شوية عن الفصولية الخضرة التزيجة اللي احنا بنستخدمها طبعا الصنف ده بيتميز بأن الألياف بتاعته شديدة شوية فما يصلحش للطاهي إذن فهو محصول غير الفاصولية الخضرة عشان ما ندخلش بس الاتنين في بعض حيكون معنا باشموندس محمد سعودي اللي حيتكلمنا بالتفصيل عن أهم العمليات اللي المفروض نقوم بيها في الوقت ده من السنة أهلا بحرية يا فنة أهلا وسهلا خلينا نعرف من حضرتك برضو الفرق بين زراعة الفاصولية الخضرة اللي هي مخصصة لأنها تتاكل طازجة والفرق بين الفاصولية اللي إحنا مخصصينها ان احنا ناخد الحبوب بتاعتها ونعمل بها الفاصولية الجافة الفرقين واضحين الفاصولية التازجة ديت بتنعمل بطريقة ان هي تنجمع خضرة وتنزق وتروح للاسواب سليب الزراعة هي هي؟ لا طبع تختلف تختلف هي بتتعمل في صوب أو في بيت صوبة اللي هو الأنفاج اللي هي الفاصولة الخضرة أما الفاصولية اللي الجافة ديت طريق زراعيتها تلت مواسم الصيفي والشتوي والنيل الصيفي والشتوي دي كانت معلومات سريعة كده عن الفرق بين الفاصولية الجافة والفاصولية المجهزة نحن نكونها خضرة على طول طيب خلينا نتكلم بقى عن الفاصولية الجافة في الأراضي الصحراوية بالرأي بالطنيئين زي ما نحن شايفين نعرف من حدك أهم العمليات المفروض نقوم بها البداية نحن طبعا من نحرة الأرض ومنضيف الأزوتات اللي هي طبعا السوبر فوسفات الفدان بيلزمه من مئة وخمسين لمئتين كيلو سوبر فوسفات الوحادي وبعد كده منبدأ نخمر عملية تخمير ودي بتمزرع مصاطب المصطبة تقريبا متر بينزرع فيها من ثلاث زرعيات لأربع زرعيات طب خلينا نعرف من حدك يعني ايه تخمير برضي التخمير ده اللي هو قبل الزراعة قبل زراعة الحبوب من نفرد خراطيمنا ومن ساوي المصطبة ومن اه ومن بدأ ان احنا نفتح المية عشان تخمر وترتب لنا التربة ترتب التربة كويس طب في الوقت ده وفي العمر ده للنبات وفي الوقت ده من السنة تحديدا وإحنا داخلين ده قطي على موجة برد داخلين على احتمالات بسقوط أمطار في المواسم اللي جاية نعرف من حضرتك برضو أهم المعاملات اللي مفروض نقوم بيها في الوقت ده في الوقت ده هو تبقى لو يعني ازا كلمنا عن الرأي مسلا رأي عايكون كله قد ده لو المحصول عندنا دخل في مرحلة الاسمار فطبعا احنا بنبدأ نخف من نسبة المية عشان ما تساعدش على العفن الأبيض اللي هو بيبوز لنا المحصول فطبعا بتيبى نسبة الرطوبة عالية بتجيب لنا العفن الأبيض فاحنا ايه الرأي تدريجي يعني الرأي يكون كله قد ده ايه تقريبا لا التنجيط ده شغله طبعا ايه فيه ناس بتروي يوم ويوم وفيه ناس بتروي كل يوم فهو طبعا حسب احتياجات النبات للرأي طبعا في حالة هضور الأمطار بنصبر شوية لحد ما يعني بنوقف الرأي شوية وبعد الأمطار بديخلص بندي رأي على طول عشان تدفي الأرض وتتغلب على مشكلة السقيع طيب خلينا نعرف من حدك برضو فيه ما يخص الأراضي اللي بتروي بالراحة النهاردة حيكون معدل الرأي بتاعهم تقريبا قد ديه الرأي بالراحة ده طبعا احنا احنا كده دخلنا في الأرض الصمرة الطينية ده طبعا بيبى انظامها يعني اكيد فيه ناس زرع المحصول ده برضو في أراضي الصمرة اكيد اكيد طبعا اخواتنا الفلاحين اللي في الأراضي الصمرة وفي الكرة زرعين المحصول ديه فهي طبعا يعني حسب الاحتياجات التربة عندنا الطينية الخفيفة وعندنا الطينية اللي هي ايه التجيل اه اه فطبعا الطينية الخفيفة ديت من رو من أسبوع لعشر تيام وحسب برضو الفلاح الفلاح اسكى منه ومنه احتاجت الزراعة عندنا تروى بتتروى في الوقت ده هوت احنا من رو رأي اسم الرأي الحامي اللي هو السريع ما منشبهشي الارض بالمية عشان تخفلنا بالنسبة الاعفان وخاصة العفن اللي هو الابيض ديه طبعا العفن الابيض اعزائنا مشاهدين يمكن احنا واحنا مستهلكين بنلاحظه لان تقريبا الفاصولة دي والفاصولة الخضرة والفاصولة الجفة من نفس الفصيلة بنلاحظ احيانا واحنا بنشتري وجود يعني مجموعة من الاعفان البيضة بتبقى على الفص نفسه فطبعا دي بتدمر المحصول بشكل كبير جدا اذا لتلافي مشكلة الاعفان نحاول دايما اخواننا مزهرين احنا نقلل من نسبة الرطوبة بلاش ازيادة في المية طبعا هنا ممكن نروي يوم ويوم على اساس ان التربة بتاعتنا صحراوية مسامية صفرة بتاخد المية وتنزل انما في الاراضي الصمرة والاراضي المختلطة اللي هي بيسموها الاراضي الصفرة يعني نقل شوية مستويات المية عشان نتلافي مشكلة الاعفان طب خلينا نتكلم عن برمج التسميت افن التسميت في بداية زي ما انا نذكرت لا في الوقت دا من السنة في الوقت دا من السنة احنا دخلنا دلوقت عدينا مرحلة التزهير ودخلنا في ايه في الصمرة في الاسمار واضح ايه اه طبعا احنا منقطر من البوتاسيومات عشان البوتاسيوم بيدينا تليف وبيدينا ايه نتج للصمرة والحجم بتاعها فطبعا التسميت يعني منخف من الازوت في الوقت الحالي ومنقطر من البوتاسيوم يعني الفترة دي انقطر من البوتاسيوم مزبوط طب يعني معدل الفدان هنا هياخد قديل بوتاسيوم تقريبا والله هو يعني كتوصيات زارة الزراعة احنا لنا من ثلاثة لخمسة كيلو في التسميدة للفدان في التسميدة للفدان طب افهاني برضو التسميد هيخش عبر السمادات على رأس الحقل وفي خطوط الميا صح كده؟ مزبوط هو في تسميد اللي هو في السمادات التسميد نوعي التسميد في السمادات وتسميد الورقي اللي هي العناصر الصغرى مع اضافة برضو ايه البوتاسيومات كويس طب بالنسبة للبوتاسيوم اللي احنا مركزين معاه النهاردة حنسمده في التسميدة اللي في السمادة في السمادة كويس جدا طب وبالنسبة للناس اللي في الارض السامرة للتكبيش لو الزراعة جفلت منضطر برضو ان احنا منشتغل عملية تزويد في جراكن وبنسميده ايه في بداية الحوال كده لان ما ينفحش اننا يعني بندوب مزبوط لان طبعا السماد لو نزل على الأوراق ديت بحرق تمام اذا اعزائي المشاهدين لما هنتكلم عن التسميد البوتاسي في الأراضي الصامرة زي ما عرفنا بروش مهندس السماد ممكن يحرق الورقة وكده يدمر الدنيا يبقى احنا بندوب السماد البوتاسي وبنبتلي نسقيه في حاجة زي كوباية او اي عبوة معدنية مثلا بناخد كده شوية وعند الجدر نبتلي نحط التسميد بتاعنا في بداية الحوال في بداية الحوال صح كده؟ مزبوط طيب اعزائي المشاهدين برضو تاني عايزين نكرر اي اسمدة واي مبيدات لازم نكون بنخلطها بمية لازم نتأكد ان المية دي مية نقية مش مية صرف لان مية الصرف ممكن تفسد السماد وممكن تفسد كمان المبيد طيب خلينا اسأل حديك برضو المقررات السمادية اللي وزارة الزراعة بتنصح بيها هنا في الاراضة الصحراوية هي هي اللي يعني مش بيها في الاراضة الصمرة برضو؟ لا هو طبعا احنا يعني النبات ليه احتياجات مع نظر اخونا الفلاح او المشف الزراعي النبات بيحكي لك ايه اللي هو عاوزه في احنا في المرحلة دي طبعا احنا عاوزين نعمل ايه؟ نوجل الصمرة فمنكتر البوتاسيوم ومنخف من الازوتات عشان ما تدينيش عرش على الفاضي يعني الازوت مسؤول عن العرش؟ اه والبوتاسيوم مسؤول عن الصمرة اه ده بدايت بنو النبات يعني احنا بنبني النبات ان احنا بنديله ازوت انما احنا وصلنا في المرحلة ديت ان احنا عاوزين نبني الصمرة الصمرة بتبقى محتاجة بوتاسيوم؟ ده اشي طبيعي جميل جدا طب برضو يعني في ملاحظة هنا انا مش عجباني انا معرفش بقى هل الكلام ده سليم ولا لا احنا شايفين الحقل هنا يعني في كمية اعشاب وفي كمية مخالفات زراعية كتير جدا يعني انت شايف ده صح او لغلط؟ لا طبعا ده يعني حقل احنا من الحقول اللي هي يعني ايه مش عجبانا كلنا ولكن هو المفروض الحشاش دي هي تتنظف الزراع طبعا شكلها نقص عناصر صغرى فطبعا مهمل اه طبعا احنا بس مش 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 لحظنا كمان وجود اعشاب يعني احنا ده شايفين في نباتات تمان دخيلة دخلة في وسط الفاصوليا نفسها كمان مظبوط هو يعني في اعشاب اه طب ده ايه ضرروا بقى يعني عشان تجنبوا يعني؟ والله هو الحقل ده ان هو الراجل يعني محمل اه زرعة يعني زرعة محصولية على زرعة بستانية فهو محملها ان هو استفاد فقط لغير انما مش وقيتها ان هي ايه الزراعة اساسية يعني طبعا بننصح اخوانا مشاهدين في كل مكان يا جماعة ياريت ننزل الحقل بنفسنا يعني ياريت ننزل بنفسنا بلاش نعتمد على العمال صعب الحقل ينزل بنفسه لأ حشاش يوجه العمال يشلوها الحشاش دي اولا هي اكبر منافس للنبات في الماء وفي السماء والامراض بالاضافة انها طبعا بدون قطع كلام حضرتك ان هي فعلا اكبر عائل للامراض يعني اكبر عائل ياريت نركز شوية ونهتم بنظافة الحقل طب كلمة اخيرة حالك تحب تقولها لمزارع الفصولية الكلمة طبعا احنا لابد ان احنا ننظف النبات بتاعنا لين الحشاش دي عائل للامراض اللي هو المن والزباب البيضاء دولة اكبر افتين بيواجهوا الفصولية في بدايتي فطبعا لابد كل فلاح او كل مزارع ان هو يهتم بالحق البتاع او يواجه العمال بتوع ان هما يهتموا بيه تمام باشمهندس محمد انا بشكر حداك جدا على المعلومات القيامة اللي حداك قدمتها يا رب ان شاء الله كل الناس تستفيد بيها شكرا يا فندم نشكرك يا فندم ونشكر قناة مصر زراعي اعزائنا مشاهدين يبقى زي ما يعني البشمهندس قال نراعي ارضينا كويس نهتم بيها بلاش الاهمال ننزل نشوف اي عشبة ضرة ظهرت اي حشيشة يعني نقصة يعني موجودة عندنا لازم نشيلها برامج التسميد نلتزم بيها النبات زي ما بيقول البشمهندس بيحكي لنا احتياجاته مجرد منبص الورق هنعرف هي محتاجة ايه مجرد منبص للصمرة هنعرف هي محتاجة ايه بكده اعزائي المشاهدين بتكون خلصت معاكم صفحة